كلنا بنقول يا رب نادي الزمالك النهاردة جمهوره فرحان ولا حزين جمهوره فرحان جمهوره فرحان بعد جمهوره النهاردة في المدرجات تعبر عن الغضب وعمل اموجي كده يعني ان هو اموجي كده ان هو غضبان والصورة طبعا كل الناس شافتة وكانت النتيجة 3 اتنين يعني كان النادي الزمالك خسران ويعود نادي الزمالك ويتحول الاموجي لاموجي فرح ويكسب نادي الزمالك 4-3 ده الجمهور وتعبيره ولكن في الاول وفي الاخر ننتفي مع الجمهور نختلف معه نشكر الجمهور ان هو راح وكان داعم عايز اقول الجمهور الكبير ده والجمهور العظيم ده حاجة في التوقيت ده ممكن يكون جمهور الزمالك زعلان ولكن افتكر زيما النقطة فرقيتك محتجالك ادعم فرقيتك خليك في الظهراء الزمالك حيرجع حيرجع ما تقلقوش ما ده الزمالك اللي بيكسب بقله سنتين الدنيا ما خلستش دي مش نهاية العالم تعالوا وريكوا واحد كده من جمهور نادي الزمالك من جمع الكرات شباب زي الفل تفرح دخل الهدف بص الرجل او بعد اول هدف بص على طول فرحة وسجدة وانسى ان فيه حد من الجمهور والكرة بتخش الشبكة ما يكونش مبسوط وما يكونش بيسقف وما يكونش طاير انسى انسى دي لقطات حتى لو الماتش تحصيل حاصل يظل برضو في الاخر لقطتك بتفرح ملايين الزمالكوية واولهم ده اللي قدامنا لقطتك لو لقيت الزمالك تعرف وتستوعب انت بتفرح كم مليون الامور تتغير تماما الزمالك النهاردة لعب مباراة كبيرة بالنسبة لأداءه في الفترة اللي فاتت الزمالك عنده امكانيات كبيرة لعبته عنده امكانيات كبيرة ما بتلعبش ليه ما بتقديش ليه النهاردة عمله مباراة جيدة والزمالك كان محتاج مكسب يبدأ عليه نعتبر ان دي بداية عشان نشد اللعيبة ونقف ورى الناس ونقول اللي جاي افضل الزمالك في انتظار بكرة جهاز فني